تعالوا بقى نروح للسياحة والغرف السياحية تبدأ تلقي الطعون والتظلمات على مرشحي انتخابات الاتحاد بتبدأ الغرف الخمسة لاتحاد الغرف السياحية في تلقي طلبات التنازل والطعون على السادة المرشحين المقبولين وكمان التظلمات من المستبعدين في انتخابات الاتحاد يوم الحد اللي جاي بتستمر لمدة 3 ايام وذلك بعد اسبوع واحد من غلق باب الترشح الانتخابات الغرف ومجلس ادارتها ستبدأ اللاجنة المشرفة على الانتخابات في الطعون والتظلمات خلال فترة من 30 سبتمبر لحد 7 اكتوبر المقبل حيث ستجرى الانتخابات يوم الاربعاء الموافق 31 اكتوبر وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لنعقاد الجمعية العمومية تنعقد الجمعية في تمام الساعة 11 صباحا باي عدد من الاعضاء وبيستمر اجراء الانتخابات حتى الساعة السابعة مساء